شكراً أولاً على الاستضافة وفعلاً لا أجد كلمة تعبر عن هذا التحول أفضل من هذه وربما حتى كنت استعملتها في أحد المقالات وأن المغرب أفلاح في عدة مواقف بما فيها مع إسبانيا بتحويل الأزمة إلى فرصة الموقف إذا رجعتم إلى كل ما كتبته أثناء ما كان يسمى بالأزمة الصامتة ما بين مغرب وفرنسا كنت أقول على أن كل مؤشرات خضراء بالنسبة للتبادل الاتجاري والاقتصادي لم يتغير شيء في العلاقات مع المغرب المبادلات الثقافية العدد التأشيرات رغم أن كانت هناك حديث عن أزمة التأشيرات إلا أن العدد الذي كان يحصل على المغرب أزيد من 300 ألف تأشير سنوياً تجعل المغرب الدولة الأولى في العالم ربما بسيتنا الصين في هذا المجال يعني كان هناك كما كنت دائماً أقول قطعة من البوزل تنقص ولكن حكمة المغرب في هذا الأمر وهو أنه يتعامل مع الأزمات الدولية بمنطق الدولة منطق الدولة الذي هو ليس منطق القفز في الفضاء لأن هناك حينما تبني علاقات استراتيجية مع بلد معين لا يمكن تغيير هذه العلاقات وقلت أيضاً هذا الكلام لأنه بالإمكان الدولة في لحظة من اللحظات أنها وفق دراسات معينة استراتيجية وفق أخذت وقتها في تقييم العلاقات مع بلد معين لآخرين ممكن أن تتخذ قرار تغيير الشريك الاستراتيجي ولكن ليس بهذه السرعة يعني أنا كنت قلت حتى أعطيت عدد سنوات قلت إذا أردنا أن نغير هذه الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا فعلى الأقل 25 إلى 30 سنة يعني إذا اتخذ القرار اليوم لتغيير الشراكة الشريك استراتيجي مثل فرنسا مع المغرب فيجب أن يصرف القرار على مدى 30 سنة لذلك كنت أقول على أنه ليست هناك أزمة وإنما هناك أمور ستتضح مع الوقت وربما ظهر بعض ما كنا نتحدث عنه والمغرب أفلح في أن يجعل من هذه الأزمة فرصة لتعزيز والانتقال بهذه العلاقات من مستوى معين إلى مستوى أعمق العلاقات الاقتصادية التي كسبناها والثقافية والاستثمارات في المجال الصناعي إلى آخر السيارات إلى آخر هذا أصبح مكتسبا فاليوم الأزمة لفك هذه الأزمة الصامتة المتعلقة بقطعة في البوزل كان ولا بد من الخطوة التي خطتها فرنسا أنا كنت أقول دائما على أن تغير الموقف الإسباني قبل الفرنسي واليوم الموقف الفرنسي والمواقف التي ستليها ممكن أن نقول أزيد من 50% من الفضل يعود إلى الوضوح والحزم الذي اتخذه الملك محمد السادس في هذه القضية ليس فقط في خطاب المغرب ينظر بمنظار الصحراء إلى علاقته الدولية وفي نفس الخطاب الذي طالب فيه جلالة الملك الشركاء بتوضيح مواقفهم بكل بما يستعمل مصطلح بما لا يدعو مجالا للتأويل وغيرها من الخطابات ليس في هذا المستوى فقط بل الحزم والتغيير بدأ ممكن أن نقول منذ اعتلائه العرش وأكيد أن القرارات الكبرى في السياسة الخارجية كما قلت منذ قليل يعني لا يكون المؤثر واحدا هي مجموعة من مؤثرة معادلة فيها عدة متغيرات فيها ما هو داخلي فيما هو في المحيط المباشر فيما هو جيوستراتيجية هم العالم كله التحولات التي تجريئان في العالم يعني أوروبا تعيش حربا حقيقية في أوكرانيا انخارطت فيها الآن دول حلف الأطلسي وربما في هذه الأيام أنتم تسمعون على أن أوكرانيا تجاوزت الخطوط الحمراء دخلت داخل التراب الروسي في المنطقة كورسك المعروفة في غرب روسيا ثم يعني ما يجري في غزة والعدوان على غزة والجرائم ضد الإبادة التي تجري هناك ثم ما جرى في العالم العربي نفسه يعني منذ الربيع العربي لازمنا لما نخرج من تداعيات الربيع العربي يعني تقريبا 50% أو 65% من الدول العربية أصبحت دول فاشلة يعني فقدت فيها النظام المركزي فقد فيه السيطرة على البلد أصبحت البلد إما مقسما على عدة نقاط مثل ليبيا حول مركزين في الشرق والغرب أو دول دخلت في دوامة اقتصادية يعني ونفق مظلم مثل تونس مثل مصر أو دول تعيشوا حربا أهلية حقيقية مثل سوريا والعراق واللبنان منذ قبل الربيع العربي السودان الذي أيضا دخل في حرب أهلية بين أجنحة يعني هذه المعطيات كلها تؤثر أكيد الحرب مع الصين حرب الاقتصادية حرب العملات حرب حول التكنولوجيات الحديثة حول الجيل الخامس في الاتصالات يعني هذه الحروب كلها مجتمعة تعطي أحيانا بعض التوجهات ونحن نعيش الآن في مرحلة انبثاق نظام عالمي جديد لأن الأمم المتحدة شاخت يعني أغزر 180 سنة والآن الحرب الأوكرانية فضحت هذا النظام يعني أصبح نظاما مشلولا لأن العضو في المجلس الأمن له حق النقد لا يمكن إصدار أي قرار ضده هذا بالنسبة لروسيا اليوم أما في السابق في الولايات المتحدة أيضا يعني ضربت عرض الحائط القرارات الشرعية الدولية وتهدد اليوم تهدد قضاة محكمة الجنائية الدولية إذا أصدروا قرارات ضد قيادة الدولة العبرية ارتباطا بجرائم في قطاع غزة يعني شرعية هذه المنظمة استنفذت مداها بعد 80 سنة من حرب العالمية الثانية إذن نحن في إرهاصات نظام عالمي جديد وفي هذه الإرهاصات هناك دول تغتنم هذه الفرصة للظهور البروز ولإيجاد مكان لها تحت الشمس وهناك دول أيضا ستكون مناسبة لأفولها فرنسا اليوم تتراجع اقتصاديا يعني كانت في فترة فترات الرتبة الخامسة أو السابسة ربما اليوم تجاوزت المرتبة السابعة فرنسا في تراجع الاقتصادي مواطع الأسواق التقليدية الفرنسية أصبحت تتفلت رأيتم الخروج المدل من دول الساحل والصحراء على الأقل من دول الأربع التي طردت السفراء الفرنسيين يعني طردا مباشرا ومهينا بالإضافة إلى تراجعها في أماكن أخرى داخل ساحتها الأساسية وهي غرب إفريقيا والدول الفرنكوفونية في هذه البلد إذن لم يعد بإمكان ليس لهم هذا اللوكس هذا البذخ من أجل أيضا فقدان شريك مثل المغرب بنوا معه شراكة اقتصادية كبرى إذن فرنسا تحس على أن السوق المغربية أصبحت تتفلت من أيديها المغرب أدار أيضا باقتدار مشروع تمديد خط تيجيفي خط البوراق فكانت إعلانات كثيرة مثل الفقاعات على أنها أخذتها شركة صينية أو شركة فلانية أو كده ربما هذا أيضا دخل في الحرب النفسية على الشركات الاقتصادية هو أكيد ممكن أن نقول هذا أحد العوامل المهمة أحد العوامل المهمة لأنها دخول شركات أخرى إلى المغرب أعطيك مثال مثلا بأن تقريبا في هذا الفترة ربع قرن قلت لك على أن جالة الملك كانت له رؤية حينما نستقرئ نستقرئ ما قام به خلال ربع قرن كانت له رؤية للخروج من ابتزاز الشركاء التقليديين نعطي مثال في التسلح مثلا المغرب السابق تسلحه كانت تقريبا فرنسيا يعني في البر والبحر والجو تحول كل تقريبا جدري في مجال الجو الآن التسليح أمريكي تقريبا مئة في المئة خاصة في النساء الطائرات والصواريخ ولأ آخره يعني فرنسا كانت تنظر إلى المغرب على أنه أولا دولة صاعدة إقليمين وهذا لسنا من يقوله يعني تقوله تقارير الدولية بما فيها البنك الدولي نظرا لتوسع الشركات المغربية على المستوى القارنة الأفريقية ربما نتائج هذا التوسع تصدر مع المستقبل الآن لازال الوقع المباشر على الاقتصاد لازال متواضعا يعني نمو الدخل المغربي الدخل الوطني والقومي الخام انتقل من حوالي ستين مليار دولار إلى حوالي الآن مئة واربعين يعني تقريبا يعني أزيد من الضعف ولكن هناك دول إذا أعطينا مثلا في نفس الفترة تركيا مثلا تضاعف ناتجها الداخلي من حوالي في نفس الفترة يعني من ألفين تقريبا ألفين نجوج إلى الآن تضاعف ما بين من مئتين مليار إلى حوالي ألف ومئتين مليار يعني ست مرات نحن تضاعف واحد ونصف إلى اثنين يعني هذا كما يقول الاقتصاديون لا تظهر فيه البصمة مباشرة ولكن البصمة ستظهر على المدى المتوسط والبعيد هذا توسع الاقتصادي على المستوى الإفريقي فهذه القوة الصاعدة بالإضافة إلى المشاريع الكبرى بالإضافة قلت إلى خروج فرنسا الموديل من عديد من الدول التي كانت أسواقا طبيعية لها أسواقا طبيعي لتصريف منتجتها وللاستثمارات وأيضا لامتصاص دماء هذه الدول خاصة في المعادن النفيسة في دول من الدهب واليورانيوم الذي تستغله في نيجر مثلا والدهب في مالي إلى آخره إذن هذه المحور الاقتصادي كان أساسيا ولكن لا ننسى كما قلت على أن هناك خطاب الحزم للمغرب على أنه لا يمكن أن يقبل من شركاء أن يأخذوا الزبدة وثمن الزبدة فإما أن نكون شركاء حقيقيين ندعمكم وتدعموننا في القضايا الاستراتيجية والاقتصادية وفي الاتجاهين وإما أن لا نكون ثم النقطة الثالثة وهي أن لا ننسى على أن فرنسا مهما قلنا فرنسا هي وإسبانيا أكثر دول اطلاعا على أن الصحراء مغربية بل ليس الصحراء فقط الغربية حتى الصحراء الشرقية لأن من صنع هذا التقسيم لو لا فرنسا الصحراء الغربية المغربية بروتوكول 1902-1904 كان سريين ما بين إسبانيا وفرنسا ثم اتفاقية 1934 التي معروفة باتفاقية ترانكي هي التي خطت تلك الخطوط ذلك المدرج ذلك الدرج في الصحراء المغربية الصحراء الشرقية اقتطعتها فرنسا بالخداع انتلاقا من اتفاقية 1845 اتفاقية للمغنية بعد معركة واديسلية 1840 ثم بداية التوغل الفرنسي من 1870 إلى 1907 اقتطعت أقاليم توات جورارا القناتسة إلى عين صالح مناطق الغاز في وسط ما يسمى اليوم الجزائر أضرار ليس أضرار الموريطانية أضرار في الصحراء الشرقية إذن الفرنسا هي على دداية كاملة بأن هذه أراضي مغربية وبالتالي هي في حقيقة مطالبة ليس فقط بالاعتراف وإنما أيضا بإقناع ربما سنعود لهذه الكلام لأن الرئيس الفرنسي طرح في رسالته على أنه مستعد يعني أن أن يفعل هذا الاعتراف في رسالته على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني هي مطالبة بتفعيله على المستوى الدولي لأن لديها الإثباتات هي وإسبانيا الكافية لإقناع أي شريك أوروبي أو أي شريك غربي بأن فعلا المغرب تعرض لمؤامرة لتقسيم أراضي ممكن أن نقول ذلك من زاوية معينة من زاويتنا نحن المغاربة مثلا أما هي فرنسا هي لا تكفر عن لن تعترف ولن تكفر فقط نظرا العوامل الأخرى التي ذكرت بما فيها الاقتصادية وخطاب الحزم وتغير الرياح الجيوبوليتيك على المستوى العالمي وبداية بثاق نظام عالمي جديد والتحالف المغربي الأمريكي منذ 2020 والاتفاق الثلاثي إلى آخره كل هذه العوامل يعني جعلت فرنسا يعني تبدأ نسينا ونحن نتحدث عن تغير الموقف الفرنسي وهو التغير الموقف الأمريكي حاسم لا بالنسبة لإسبانيا ولا بالنسبة لفرنسا إسبانيا إسبانيا إذا تذكرون كانت أرانشا وهو سبب استقالتها إقالتها على شكل استقالة وزيرة الخارج الإسبانية في بداية 2021 الاتفاق كان في 2020 الاعتراف الأمريكي في 2020 10 ديسمبر بعدها تقريبا بشهر أعلنت على أن الحكومة الإسبانية دخلت في مفاوضات أو في تواصل مع الإدارة الجديدة التي كانت ستعود إدارة ترامب وهي إدارة بايدن من أجل مراجعة الموقف الأمريكي وبالتالي كان هذا تصريح هو السبب الأزمة مع إسبانيا والصمرت الأزمة سنة ثم تراجعت إسبانيا للرسالة المعروفة لبيدرو سانشيز ثم زيارته للرباط في أفريل 2022 وتوقيع على خارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا بما فيها الاعتراف وإن كان بشكل محتشم بالسيادة المغربية على الصحراء وهذاك التخرير الطريق كان فيها 16 نقطة من نقطة الأولى ربما تعترف إسبانيا هكذا تعترف إسبانيا بالأهمية الاستراتيجية للصحراء بالنسبة للمغرب وإذا قارنناها بالأخطوات الأخرى فهو اعتراف وإن كان على استحياء نفس الشيء بالنسبة لفرنسا الموقف الأمريكي هي فرنسا أخذت فقط يعني مدة أكبر من إسبانيا من ديسمبر 2020 إلى الآن أوت إلى 30 يوليوز 2024 تقريبا يعني ثلاث سنوات ونصف أو شيء من هذا القابل لأن الدول مثل هذه لا تغير مواقفها مثل الدول المتخلفة يعني بين عاشية مضاحة تأخذ وقتها دراسات استراتيجية تقلب على جميع الوجوه إذن الموقف الأمريكي أيضا كان له تأثير في هذا التغير لأن نعرف البيت المتحدة الأمريكية هي صاحبة البوصلة في السياسة الخارجية لكل دول الواقعة تحتمي ضلط الحلف الأطلسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يعني الدول الغربية تصطف مع الموقف الأمريكي وحينما تأكد لهم وأنتم رأيتم تصريحات سفيرة سفيرة الولايات المتحدة مؤخرا في الجزائر التي حينما سألها الصحفي عادت بتأكيد على أن هذا موقف الدولة الأمريكية وليس موقف الحكومات نحن لأن في نهاية نهاية انتداب بيضا الديمقراطي بعد أربع سنوات أكدت فيها الولايات المتحدة على أن الموقف لن يتغير وأنه اعتراف رسمي ولا عودة فيه طبعا هذا الموقف الأمريكي أكيد أنه ستكون له انعكاسات على كل دول غربية واليوم بعد الاعتراف الفرنسي بالإضافة إلى القوة الاستعمالية الثانية في المنطقة التي كانت السبب في خلق المشكل أكيد أن الدول الأوروبية كلها ستصطف مع هذا الموقف ومن ناحية المباشرة هذا تقرير عادي جاء بتوصية من الجمعية العامة التي كانت طالبة جوتيريش أن يعطيها تقريرا سنويا حول الموضوع مثل ما يطالب مجلس الأمن وكتقرير يقدم المجلس الأمن وهذا تقرير للجمعية العامة وإن كانت الجمعية العامة ربما منذ مدة لم يقدم أمامها تقريرا مثل هذا مفصلا أكيد أنه سيكون هناك بعض الآثار في المصطلحات والمستعملة ولكن هذا التقرير لا يجب أن نطبي له كثير تقارير الأمم المتحدة فيها تجد فيها الشيء ونقضة أعطيك مثال مثلا أولا الأمم المتحدة لا يجب أن نعتمد عليها نهايا في حل المشكل أمم المتحدة لم تحل مشكلة في العالم لو كانت ستحل المشكل انظر إلى المشاكل الكبرى صحراء ليس فيها أي شيء إذا تم تفكيك مخيمات تندوف فإنه ليس هناك مشكل لذلك الجزائر ترفض إحصاء المخيمات الإحصاء بمفهوم القانون الدولي يعني تخييرهم إحصائهم وتخييرهم هل يبقون أم يعودون بمجرد إنهاء المخيمات انتهت القصة لأنها داخل الأقاليم الجنوبية الناس يعيشون في أمن وأمان والاستثمارات على أشدها والشركات المغربية والأجنبية تتنافس علينا إذن المشكل يقع فقط في المخيمات وبالتالي نحن بالنسبة لنا ولا بالنسبة للأمم المتحدة ليس هناك مشكل أصلا حتى في هذه البيانات البطوشية لأقصاف في الصحراء يعني هذه مثل فقاعات التي عندنا في المغرب عيد الموريد النبوي الأطفال يلعبون بها في الشوارع هذا هو تأثيره ليس لها أي تأثير والدليل على ذلك أنه تحديناهم كم مرة على المستوى الصحفي أن يظهروا لديكم كاميرات أظهروا لنا هذه الأقصاف أين تذهب وأين هذا الضمار الذي تتحدثون عنه أين تذهب هذه الصواريخ وأين تقع وما هي مخلفات هذه الأقصاف إذن قضية الصحراء بالنسبة للأمم المتحدة والعالم لا تشكل أي مشكل للأمن والسلم العالمي وإن هو تحدث عن مشكل السلم والأمن يعني هناك من فسرها من الناس على أنها يعني هذا هو التحول الذي جرى وهو أنه من قضية تقرير مصير إلى قضية سلم وأمن عالمي هناك بعض الصواب في هذا الكلام ولكن ليس هذا الموضوع الموضوع أن الأمم المتحدة تحاول دائماً إمساك العصى من الوسط الأمم المتحدة لم تحل مشكل ليبيا حرب حرب أهلية لم تحل مشكل سوريا لم تحل من قبلها مشكل السودان إلى أن وقعت الحرب الأهلية وأدت إلى ما أدت إليه لم تحل مشكل العراق منذ 2003 والعراق يعيشوا يعني في حرب أهلية طائفية عرقية يعني في الضمار والآن أمامنا قطع غزة يعني جرائم ضد الإنسانية ولا تحرك بل الولايات المتحدة تهدد محكمة الجناية الدولية وهي إحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة إذن ليس هناك ليس هناك في الحقيقة شرعية دولية القرار نعود للتقرير هذا فيه الشيء ونقيضه ولذلك نغتنم هذا السؤال لأطرح أشياء أخرى وهو أنه الآن على الدبلوماسيا المغربية أولاً استغلال الرسالة التي قال ماكرون على أنه مستعد للاشتغال عالمياً يجب أن يترجم الموقف الفرنسي والموقف الإسباني والموقف الأمريكي في القرارات ليس فقط في التقرير لحد الآن التقارير أعطيك مثال التقارير المينورسو وتقارير المبعوث الأممي وكأنها تقارير جمعيات المجتمع المدني تشتكي تشتكي من عدم السماح لها للوصول إلى أفرقها شرق الجدار تشتكي أحياناً من قطع حتى البنزين على الأفرق التابعة للمينورسو الموجودة في الطرف الآخر لدى الجزائر أو في تندوف تشتكي من منعها من دخول إلى تلك المنطقة من طرف الميليشيات الانفصالية يعني شكاوى وهل الأمم المتحدة دورها أن تشتكي؟ المتحدة دورها أن تقوم بواجبها ودعني أقول لك على أنه في الحقيقة إذا كان هناك من خطوة الآن نحو الطي النهائي لهذا الملف وهو في إطار دائماً الحزم الذي يتبنى المغرب وبعد الاعتراف الأمريكي والاعتراف الإسباني والاعتراف الفرنسي علينا اليوم أن نطالب بسحب المينورسو المينورسو أصبحت عاملاً يعني عاملاً مزعزعاً للسيادة المغربية على هذه الأراضي لماذا؟ المينورسو لديها مهمتان رئيسيتان وأنا قلت هذا الكلام منذ 2018 هناك من كان يعني يتهجم على هذا الاقتراح اليوم أعظم أن هذا هو الاقتراح من أجل الطي هناك مدخلان إما طرد المينورسو ومدخل اللجنة الرابعة مدخل المينورسو لديها مهمتان بسبب وجودها إجراء الاستفتاء منذ 2004 لسنا نحن من قال ذلك الأمير العامة للممتحدة آندك سيد كوفي عنان سنة 2004 في تقريره يمكننا المشاهدين الرجوع إلى تقرير 2004 قال على أنه استحال التنظيم أعلنت للممتحدة بعد كل مجهوداتها منذ 94 والانسحاب الانفصاليين من لجان تحديد الهوية والأخذ والعطاء والذهاب والمفاوضات الغير مباشرة وصل إلى نتيجة استحالة تنظيم الاستفتاء لعدم التوافق حول من سيستفت يعني كان هناك توافق حول 84 ألف تم تحديد هويتهم وهناك أزل من 65 ألف لم يتم التوافق بشأنهم لأن الجبال الانفصالية تخشى من تصويت هؤلاء تقول على أنهم سيقلبون رغم أن هؤلاء تتوفر فيهم الشروط الخمسة المعايير الخمسة التي حددتها الأمم المتحدة لتحديد الهوية أعطيك مثال فقط رئيس المقبور للجبهة الانفصالية محمد عبد العزيز كان هو محصي في القوائم والده تم منعه من الإحصان يعني من أين استمده وصحراويته محمد عبد العزيز من والده والده منع من التسجيل الله يرحمه عليه تحادي توفيح هو منع من التسجيل في القوائم هناك أنا أعرف شخصيا يعني ناس أعضاء في مجلس الملك الاستشاري بعضهم مسجل ووالده ممنوع أو العكس الوالد مسجل والابن ممنوع أعرف شخص آخر أخته مسجلة في تندوف وهو في القليم الجنوبية ليس مسجل إذا كان هناك واحد سوريالية في رفض هذك الممتلين دي الجمال الانفصالية في لجانة تحديد الهوية كانت هناك سوريالية لذلك اضطرت الأمم المتحدة إلى الإعلان سنة 2004 على أنه استحالت تنظيم الاستفتاء هل مهمة لأولا دي المينورسو؟ منذ 2004 إنه عشرين سنة قالت الأمم المتحدة وليس المغرب على أنه يستحيل تنظيم الاستفتاء أشهل يبقى المينورسو؟ قالهم مراقبة وقفة لقنار ومنذ تحرير القرقرات وتطهيرها من رجز الانفصاليين الذين كانوا يقطعون الطريق في 13 نوفمبر 2020 يوم 14 نوفمبر ليوم الموالي يوم السبت أصدرت الجبهة الانفصالية وميليشياتها البيان للحرب رقم واحد العودة إلى أحمل السلاح المفروض وأنا كتبت هذا من ذلك الوقت المفروض كان المغرب عليه أن يستغل تلك اللحظة ويقول على أن هذا إعلان وبلاغ من الجبهة الانفصالية تتنصل فيه من اتفاق وقفة لقنار وبالتالي مسلسل هذا المسلسل الذي الآن أعطانا هذه المفاوضات السوريالية وأعطاها هذا الوجود للجبهة الانفصالية التي لم تكن موجودة على الساحة السياسية الدولية وأعطاها مكانة للجلوس على الطاولة وفق ماذا؟ ما هي المرجعية؟ المرجعية هي اتفاق 1991 اتفاقية وقفة لقنار هي الآن تنصلت منها وقالت على أنها غير معنية بهذا الاتفاق وتزعم على أنها تضرب بالأقصاف وتقصف الأخالي الجنوبية وتقصف الجدار الأمريكي يعني هي تشهد على نفسها أنها عادت للسلاح وتضرب المغرب وأعلنت أنها ليست ملزمة كان على المغرب أن يستغل لهذه الفرصة هذه فرصة ذهبية ذهب فيها لإنهاء هذا الاتفاق ومطالبة المينورسو بالخروج لأن الطرف الآخر تنصل من الاتفاق ولا زال هذا الأمر إلى الآن أنا أعتقد على أن هذه إحدى النقاط لأن الرئيس الفرنسي قال في الرسالة لأنه مستعد بالتشاور مع المغرب لاتخاذ جميع الخطوات على المستوى الدولي والوطني هذه إحدى الخطوات المهمة التي يجب أن تتأخذها المغرب قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب